بالرغم من ان ولاية خنشلا رائدة في انتاج شعبة التفاح الا ان اسعارها في وقت انتاجها تشهد ارتفاعا وصل الى سعر 300 دينار للكيلوغرام الواحد تنقلنا الى سوق الجملة للتفاح بمنطقة جلو عطراب ببلدية خيران تقاذف للتهم بين الفلاح والتاجر والمواطن عاجز عن اقتناء هذه الفاكهة اللي هنحن الفلاحين بيعوا حتى ب 15 الف والمشتري اللي يديه بيعوا ب 60 ولا ب 70 الف هشكون هو الخاصر هنا هو الفلاح من المبيدات من التعاب من الله ميزير من كلش السوق بصفة عامة يدور من 10 الف الفان ميل الماكسيمون وكتشوف هاندي اغلى الله يبارك انا هاي حمرة اي في سازميل حمرة اي في 16 الف فلاحون ارجعوا هذا الارتفاع الى غياب الدعم والعرق للتي صعبت مأموريتهم ويطالبون السلطات بغرف تبريد خاصة بهم من اجل التحكم في الاسعار وبيع التفاح بسعر معقول عندنا احنا ب 15 الف تشوف العرب يبارك تبدأ ب 15 الف تلحق 35 في البداية للمستهلك يوصل بسعر معين سعر يسمى سعر معقول التفاح يبدأ من 12 الف حتى 28 الف هذه السرعة المليعة ومن بعد تفاح انا واحد من الناس اخي في الله نطلع الويلة كاشوية لها ننسو المتفاح والله نلقاه ب 150 انا نشوكا شكون لي يدي 100 الف هذيك 120 شكون لي يديها بين هذا وذاك يبقى المواطن عاجزا عن اقتناء هذه الفاكهة في وقت انتاجها ووضع مقلق يترك المجال واسعا للجهات المعنية في تنظيم السوق وتسقيف الاسعار والاعتناء بالفلاح والقضاء على المضاربة